أوديب ملكا أوديب ملكا أوديب الملك الملك أوديب وتعرف أيضا بعنوانها اليوناني أوديب الطاغية بالأغريقية اللفظ الأغريقي أويضايب واسترانوس هي تراجيديا من الأدب الكلاسيكي اليوناني القديم للكاتب سوفوكليس كم تمثيلها لأول مرة حوالي 429 قبل الميلاد بالنسبة إلى الأغريق القدماء كان عنوان المسرحية في الأصل فقط أوديب كما أشار إليها إيريستيو في فن الشعر يعتقد أنه تم تغيير اسمها إلى أوديب الطاغية لتمييزها عن مسرحيات سوفوكليس الأخرى سلسلة أوديب في العصور القديمة كان مصطلح طاغية يشير إلى الحاكم الذي ليس له حق شرعي في الحكم أي ليس بالضرورة له دلالة سلبية من بين مسرحيات سوفوكليس الثلاث في ثيفا والتي تحدثنا عن قصة أوديب كانت ترتيب مسرحية الملك أوديب من حيث الكتابة هي الثانية أما من حيث التسلسل الزمني للأحداث التي تصفها المسرحيات تأتي هذه المسرحية أولا ثم يليها أوديب في كولونوس ثم أن تيغون قبل بداية المسرحية يصبح أوديب ملك ثيفا ويحقق نبوءة بأنه سيقتل والده لايوس بدون قصد ويتزوج من والدته جوكاستان والتي اتخذها أوديب كملكته بعد حل حكم والده يتعلق عمل مسرحية سوفوكليس ببحث أوديب عن قاتل والده لايوس من أجل إنهاء وباء يجتاح ثيفا غير مدرك بأنه هو نفسه القاتل في نهاية المسرحية وبعد ظهور الحقيقة أخيرا تشنق جوكاستان نفسها بينما يهلع أوديب من حقيقة قتل والده وزفاح القربة ويقلع عينيه بيأس وحزن لخطيئته التي قام بها المحتوى التاريخي يعتقد أن المصائب التي حلت بطيبة ثيفا كانت نتيجة لعنة وضعت على لايوس لأنه انتهك قوانين الضيافة المقدسة بالأغريقية زينيه استقبل بيال ويبس ملك مدينة إيليا الملك لايويس في فترة شبابه كضيف حيث أصبح مدربا لكاري سيبوس في سباق العربات كاري سيبوس هو ابن الملك بيال ويبس الأصغر يغوي لايوس بن الملك ويختطفه ومن ثم يغتصبه وفقا لبعض الروايات يقتل كاري سيبوس نفسه خزيا يلقي هذا العمل الرهيب اللعنة بالهلاك على لايوس وكل من ينحدر منه مولد أوديب عندما ولد أوديب بن لايوس ذهب والده لايوس ليستشير عرافة في معبد دولفيا بشأن ثروته كان اليوناني ستطلعون من المعبد النبوآت معتقدين أنه فيه أسرار العالم كشفت العرافة حينها أن لا يوسم حكوم عليه بالفناء على يد ابنه غبب ونزعج لايوس لهذه النبوءة فيذهب ويربط قدم الرضيع بدبوس ويأمر زوجته جوكاستان بقتله لكن لم تستطع جوكاستان قتل فلذة كابدها فتأمر جوكاستان خادما لقتله بدلا منها يضع الخادم الطفل الرضيع على قمة جبل ثم يعثر عليه راعي وينقضه في إصدارات أخرى يعطي الخادم الطفل للراعي يطلق الراعي على الطفل اسم أوديب والذي معناه باليونانية القديمة المصفد بالأغلال أو الأقدام المتورمة فقدميه كانت مقيدة بأحكام من قبل لايوس يقوم الراعي بإحضار الرضيع إلى كورنث ويقدمه إلى الملك بيلوبس الذي لم ينجب أطفالا والذي قام بتربية أوديب ليكون ابنه أوديب والعرافة بينما كبر أوديب وأصبح في مرحلة الشباب يسمع شائعة مفادها أنه ليس بالفعل ابن بيلوبس وزوجته ميروب يذهب إلى عرافة ديلفي ليسأل عن والديه الحقيقيين تتجاهل العرافة السؤال وتخبره بدلا من ذلك أنه مقدر له أن يتزوج من والدته ويصفك بيده دماء أبيه في محاولة يائسة لتجنب هذا المصير الرهيب يترك أوديب كورنث ويذهب إلى طيبة ما زال يعتقد أن بيلوبس وميروبب هما والديه الحقيقيين النبوءة الرجل العجوز في الطريق إلى طيبة واجه أوديب شيخا وحاشيته يبدأ الطرفان في الشجار حول من يحق لمركبته المرور بينما يتحرك الرجل العجوز لضرب الشاب الوقي حبس والجانته يدفع أوديب الرجل الكبير من عربته ويقتله وهكذا تتحق نبوءة قتل أوديب لوالده حيث أن الرجل العجوز كما اكتشف أوديب لاحقا كان لا يوس ملك طيبة والأبي الحقيقي لأوديب لغز أبو الهول عند وصوله إلى ثويفا وهي معروفة بأنها مدينة مضطربة يواجه أوديب أبو الهول المعروف باسم سفنكس وهو وحش أسطوري بوجه امرأة وجسم حيوان وصدر وأرجل أسد وأجنحة نسور كان مقر سفنكس على تله يلتهم فيها سكان ثويفا والمسافرين واحدا تلو الآخر إذا لم يتمكنوا من حل لغزه لم يتم تحديد اللغز الذي طرحه سفنكس أبو الهول على وجه الدقة وتنوع سرده في الحكايات المبكرة ولم يتم ذكره صراحة في مسرحية أوديب لأن الحدث سبق المسرحية وفقا للنسخة الأكثر انتشارا من اللغز فإن أبو الهول كان يسأل ما هو المخلوق الذي يمشي بأربعة أرجل في الصباح وبرجلين عند الظهر وبثلاثة في المساء أجاب أوديب بذكاء بشكل صحيح الرجل باليونانية أنثروبوس يزحف على أربع كطفل رضيع ويمشي منتصبا برجلين في النضج ويتكئ على عصاف الشيخوخة وبفضل الأمير أوديب يلقي سفنكس بنفسه بالهاوية وبذلك تنتهي اللعنة كانت مكافأة أوديب لتحرير طيبة من أبو الهول هي ملكيته للمدينة ويد الملكة الأرملة جوكاستان لم يكن أحد يعلم في تلك المرحلة أن جوكاستا هي الأم الحقيقية لأوديب وهكذا فقد تحققت النبوئة المتبقية دون علم أي منهما القصة تدور أحداث المسرحية في مدينة ثيفا طيبة فملك طيبة الآن هو أوديب ومدينة طيبة في مشكلة شاقة اجتعحت طاعون البلاد وسادة الفوضى والدمار أصاب الوباء الحرث والنسل وامتلأت الأرض بالجثث يرسل الملك صهره كريون إلى عرافة في معبد ديلفي للاستفسار عن الطاعون يعود كريون ليبلغ الملك أن الطاعون هو نتيجة ذنب تجاه الآلهة حيث لم يتم القبض على القاتل كان ملكهم السابق لا يوس قد قتل على يد شخص ما ولم يقبض على القاتل يمتعض أوديب للخبر ويبدأ بالشتم واللعن على القاتل يتعهد بالعثور عليه ويوعد أهل المدينة باستقصاء خبره ليضع حدا للطاعون القاتل يقترح عليه علية القوم أن يأتوا بعراف أعمى اسمه تيريسياس ليكشف لهم من هو القاتل فيستدعيه أوديب للإعانة عندما يصل تيريسياس يدعي أنه يعرف إجابات أسئلة أوديب لكنه يرفض الإجابة ويطلب منه بدلا من ذلك التخلي عن بحثه أخذ يناقشه أوديب في مقطوعة نادرة حيث كان لكل حرف رامز وإسقاط ومعنى وهدف ظل يسأله ليعرف ولكن تهرب تيريسياس بلباقة وخفة نصحه ألا يصب لعناته على القاتل فوصفه بالجهل وعدم المعرفة وما كان إلا أن قال أوديب له أنه أعمى فرد العرافة تيريسياس بالقول أنه أعمى البصر وليس البصيرة أنبأه أنه عندما يدرك من أباه ومن أمه سيبصر الحقيقة الغائبة غضب أوديب حينها فاتهمه شفهيا بالتواطئ في قتل لا يوس بلغ السيل الزبا ونفذ صبر تيريسياس أخبره تيريسياس أنه هو نفسه القاتل أنت نفسك المجرم الذي تبحث عنه ولأن أوديب دائما يتجبر بثقته ويختال بذكائه ويغتر بنفسه فما كان عليه إلا أنه تصور أنه يوجد مؤامرة بين العرافة تيريسياس وكيريو وانشقيق زوجته فأمر باحتجازهما يصل كاريون لمواجهة اتهامات أوديب فيطالب الملك بإعدام كاريون ولكنه تقنعه الجوقة بالسماح له بالعيش تدخل جوكاستا زوجة لايوس قديما وأوديب حاليا إلى أوديب تحاول مواساته فتخبره بأنه لا ينبغي أن ينصت للعرافين وكدليل للموضوع تروي له نبوءة تلقتها قديما وزوجها لايوس ما زال حيا حيث أتى على ذكر النبوءة أن لايوس سيقتل على يد ابنه ومع ذلك أكدت له أنها لم تتحقق أبدا طمأنت أوديب بالقول إن لا يوس قتل على يد قطاع طرق في رحلته وعند مفترق الطرق إلى دولفية بالتحديد تتسبب ذكر جملة مفترق الطرق هذه في برقة أوديب وطلب المزيد من التفاصيل سأل جوكاستا كيف كان شكل لايوس إذ طرب أوديب وأصبح قلقا فجأة توجس خطرا إن كانت اتهامات تيري سياسي صحيحة بعد ذلك يطلب أوديب لرؤية الشاهد الناجي الوحيد من عراكي مفترق الطرق يستدعيه ليتم إحضاره إلى القصر من الحقول حيث يعمل الآن كراع يسأل أوديب جوكاستا عن الأمر مرتبكا ويخبرها بأنه قبل عدة سنوات في كورنث اتهمه رجلا مخمورا بأنه ليس ابن والده قال له أنه يحمل له خبرا مفرحا وآخرا محزنا المحزن هو موت أبيه والمفرح أنه سيتولى العرش من بعضه ذهب أوديب إلى ديلفي وسأل العراف عن نسبه وبدلا من الإجابة أعطي نبوءة بأنه سيقتل والده يوما ما وينام مع والدته وعند سماع ذلك قرر مغادرتك ورنث وعدم العودة أبدا حيث أعتقد أن والديه الحقيقيين يعيشون هناك أثناء السفر واجه عرب حاولت إبعاده عن الطريق كانت العربة على مفترق طرق تبعها عراك كبير بين أوديب وراكب العربة وحاشيته كان راكب العربة هو الملك حاول الملك قتله بعصاه لكن أوديب قتله في النهاية بدون قصد كانت مواصفات الملك تطابق وصف جوكاستا لزوجها ليوس رغم الاحتمالية المخفية إلا أن كان لدى أوديب أمل لأنه سمع أن القصة كانت أن ليوس قد انقتل على يد عدة لصوص إذا أكد الراعي الناجي أن لا يوس قد تعرض لهجوم من قبل عدة رجال فسيكون أوديب في موقف واضح يصل رجل من كورنث برسالة مفادها أن والد أوديب قد مات تفاجأ أوديب بهذا الخبر لأن بها يثبت أن نصف النبوءة كانت كاذبة فهو الآن لا يستطيع قتل والده لأنه قد مات ومع ذلك أرتعب إن كان بطريقة ما قد ارتكب سفاح القرب مع والدته كان الرسول حريصا على تهدئته أخبره أن لا يقلق لأن ميروب لم تكن في أمه الحقيقية يتضح فيما بعد أن هذا الرسول كان في السابق راعيا على جبل كورنث وأنه أعطى طفلا للملك بيالوبس لا يتبناه قال الراعي أن الرضيع أعطي له من قبل راع آخر من أسرة لايويس حيث طلب منه التخلص من الطفل يسأل أوديب الجوقة عما إذا كان أي شخص يعرف من كان هذا الرجل أو أين هو الآن ردوا عليه بأنه هو الراعي نفسه الشاهد الوحيد الباقي على مقتل ليوس والذي أرسله أوديب بالفعل أدركت جوكاستان الآن الحقيقة قامت تتوسل وتناشد أوديب يائسة للتوقف عن طرح الأسئلة لكنه يرفض ويدخل جوكاستان إلى القصر استقصى أوديب خبر الراعي رغم تحذيرات زوجته ونصائحها ولكن حبه للمعرفة وللحقيقة جعله يؤتي بالرسول عندما يصل الراعي يسأله أوديب حاول الراعي ألا يخبره ويتوسل للسماح له بالمغادرة دون إجابات يضغط عليه أوديب ويهدده في النهاية بالتعذيب أو الإعدام في نهاية الأمر يخبره أنه بالفعل أعطى طفلا وليدا ذي قدم متورمة لرجل من كورنث ولم ينفذ كلامه بأن قتل لا يوس إذ استفسر حتى عن الطريق الذي مات فيه لا يوس فكان الطريق على مفترق طرق ذي ثلاث شعب وهنا ظهرت الحقيقة لقد قتل أوديب أباه جاهلا وتزوج من أمه بل وأنجب منها تم الكشف عن كل شيء أخيرا يلعن أوديب نفسه والقدر وينهار تماما تنديب الجوقة كيف يمكن حتى لرجل عظيم أن يسقط هكذا من القدر يخرج خادم من القصر ليتحدث عما حدث في الداخل عندما تدخل جوكاست المنزل تركض نحو غرفة نوم القصر يدخل أوديب بعد ذلك بوقت قصير ثائرا بحالة هلعن داعيا خدمه لإحضار سيف له حتى يقطع رحم زوجته أمه يهتاج في المنزل حتى وصل إلى غرفة النوم بدأ أوديب بالصراخ حيث شاهد زوجته أمه قد شنقت نفسها وجد الحبل ما زال يدور بالجثة الهامدة فذهب مسريعا ليفك الحبل من أعلى لتسقط الجثة فأخذ دبوس من فستانها على الأرض فصار يخلع المشابك الذهبية التي تتخذها الملكة زين لشعرها ليدفعهم إلى عينه وهو يصيح في حالة من اليأس أنه لن يرى شقاءه وجرائمه بعد ذلك يتحدث أوديب إلى عينيه قائلا أوديب ملكا ستظلان في الظلمة فلا تريان من كان يجب أن لا ترياه ولا تعرفان من لا أريد أن أعرف بعد اليوم حتى لا ترى الشمس المقدسة إنسانا بنسا فعلى أكثر الجرائم بشاعة وفي موقف مؤثر سالت الدماء على لحيته البيضاء وبللت وجهه وهو يلعن سوء حظه وجاهله القاتل نقطة التحول لدى أوديب هي الحقيقة التي أصر أن يعرفها قال أوديب ملكا وحسرته وحسرته لقد أستباني كل شيء أيها الضوء لعلي أراك الآن للمرة الأخيرة لقد أصبح الناس جميعا يعلمون لقد كان محظورا أن أولد لمن ولدت له وأن أحيا مع من أحيا معه وقد قتلت من لم يكن لي أن أقتله أوديب ملكا يخرج أوديب الأعمى الآن من القصر ويتوصل ليتم نفيه في أسرع وقت ممكن يدخل كاريون قائلا إن أوديب سيأخذ إلى المنزل حتى يتمكن من استشارة العرافة بشأن ما هو الأفضل القيام به يطلب أوديب من كاريون أن يعتني باب بنتيه شقيقته النتيجيون وإسميني يأسف لكونهما ولدنا في مثل هذه العائلة الملعونة كما طلب منه أن توضع الملكة في قبر مناسب وفي الأخير يطلب من صديقة أن يقذف بعيدا حيث لا يراه أحد بعد اليوم نفى نفسه من الأرض حتى ينتهى الوباء وعاش طريدا من الأرض والسماء وعلى خشبة المسرح الفارغة تكرر الجوقة المثل اليوناني القديم القائل بأنه لا ينبغي اعتبار أي شخص محظوظا حتى يموت نهاية الملخص شكرا لك